السلام عليكم بخوتي تاهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ولا منسى وخوتنا اللي في الغربة راح نتكلم على مقابلة لشارك فيها اساسي منذ مدة منذ انضمامه الى نادي وسام واول مقابلة يلعبها اه سعيد بالرحمة اساسي اللي دخل فريقه اه فريق المدرب دافيد مويس اه بتشكيلة اربعة اه اثنين اه ثلاثة واحد هذه طريقة اللي لعب بها اه مدرب دافيد مويس اه اللي اه في الجيهة مقابلة اه المدرب الاخر بيلسا اللي عبي طريقة اربعة ور واحد اربعةواحد. والسها منذ منذ البداية مدخلش في مقابلة و وارتكب اه اه كلفته ضربات جزاء. لي اه فريق اللي اه تقدم في النتيجة في الدقائق الاولى بعد خطأ منها المهاجم اللي اتقطعت منه الكرة وتسبب في ضربات جزء. من بعدها بدأت المحاولات وبدأ اللعب يتفتح وشاهدنا سعيد بالرحمة. النقطة اللي راح نذكرها الان وراح نتأكدوا عليها اخوتي انه سعيد بالرحمة ملعبش في المكان المناسب لكن لما يتحرك سعيد بالرحمة في مكانه المناسب في الجهة اليمنى للادي ليتس والجهة اليسرى لنادي ويسهم نحسه سعيد بالرحمة خطير. اذا سعيد بالرحمة اول محاولة ليه كان في الدقائق الـ 21 و 22 دقيقة الاولى كان شكل خطورة وكان قريب من تجيل الهدف التعادل لما لعب على الجهة المفضلة ليه الجهة اليمنى للدفاع ليتس والجهة اليسرى للدفاع لنادي ويسهم ايضا من بعدها واصل الضغط نادي ويسهم الى ان سجل الهدف عن طريق اللاعب التشيكي سو تشيك ايضا هنا تبين لنا الكلام اللي قلته سعيد بالرحمة يرجع الى وسط الميدان يعني الحسب ما نشوفه حسب ما شوفنا في المقابلة يعني كأن سعيد بالرحمة لعب بها رقم 10 كلاعب التسعة ونص يعني يرجع للخلف يرجع الوراء يرجع وسط الميدان وما تعودناش نشوفه سعيد بالرحمة في المنصب هذا منصب سعيد بالرحمة المفضل هو الجناح الايمن او جهة اليمنى لنادي ليدز يونيتد هذه الجهة المفضلة لسعيد بالرحمة على غير العادة شوفنا سعيد بالرحمة قلتها ونعودها في كصنع العاب وكوسط كرقم 10 وخلف المهاجم الشي الاخر في الصورة هذي سعيد بالرحمة لما افتك الكورة ودايما سعيد بالرحمة نلقاوها دايما بين لاعبين لما افتك الكورة ورح يعطيها الكورة هالار ذاك المهاجم مهاجم الفيرنسي لاحظوا انه ضيع الكورة وهذا بسبب ماذا بسبب قلة الانسجام وقلة لاعب المقابلات مع نادي وستهام نادي ليدز يونيتد العب نوعا ما بعض الهجومات والعب على اخطاء نادي وستهام لاخطاء دفاعية وثقل نوعا ما مدافعين نادي وستهام ايضا نرى رجوع سعيد بالرحمة كما قلت رجعوا الى وسط الميداد رجعوا الى الخلف للوراء لاجل استيلام الكورة من ديكلان رايس عفوا من سوتشيك من سوتشيك وانطلاق على الامام يعني رجوع الى مناطق الدفاعية اللي وسطها رجوع للخلف هذا ما يعطى البناء الهجومات وما يسعيش بالرحمة او يخليه يكلف في مجهودات بدنية كبيرة لان بالرحمة ملعبش في منصب بتاعه منصب بتاعه اللي كنت انا اتوقع انه يكون فورنال احتياطي وبالرحمة يلعب في منصب فورنال لكن هذي اختيارات وخيارات المدرب دائما سعيد بالرحمة في وسط الميدان ومتأخر وهذا ماهوش منصب سعيد بالرحمة ليس هذا هو منصب سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة يعطي كورة اخرى الفورنال ايضا فورنال ما سعفوش الحظ انه يصل الى الكورة وايضا قلة الانسجاب بين سعيد بالرحمة وفورنال ايضا من بعدها محاولة اللي نقدر نقوله قريبة يسجلها لجات في الشباك من خلف الشباك الخلفية دقيقة ثلاثين ايضا سعيد بالرحمة كاد ان يسجل الهدف ان يسجل الهدف الشخصي ليه اول هدف ليه وهدف الثاني لنادي والسهام لاحظوا الصورة هنا الصورة هنا تبين عدم موجود الضغط على حامل الكورة يعني اللاعب رقم 6 اللي ليدس يونيتد يجد يمسك الكورة واحده ويدور براحته يعني ما كانش ضغط عليه ما كانش ضغط على حامل الكورة هذا ايضا ساعد نادي ليدز انه يفرض نفسه خاصة في الشوط الاول مهاجم اللغز صراحة المهاجم الفرنسينا معجبنيش صراحة ذي عديد من الكورات ما يقدرش يقاردي البالون انتاعه يعني يصفر بالكورة انتاعه دايما الكورة انتاعه تروح له ايضا هنا في الصورة جاي يجاي قاردي البالون راح له يعني مهاجم ضعيف الشوط الثاني حاول ساعد بالرحمة يخلق فرص سدد على المرمى كاد يسجل هدف ايضا حاول ساعد بالرحمة وغلب عليه شيء نوع ما تسرع نظرا انه يريد تسجيل مبكرا او يريد تسجيل هدف لفريقه الجديد دائما المهاجم الفرنسي ضيع العادي بين الكورات ايضا في الشوط الثاني ساعد بالرحمة اعطى الكورات لزملائه لكن بعض غلبت عليهم بعض الانانية غلب عليه الانانية وما حبش يمد الكورة لساعد بالرحمة ايضا دي كلان رايس اللاعب الدولي الانجليزي ايضا لوجه 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 يعني امامه ساعد بالرحمة وبجنبه ساعد بالرحمة وما اعطاش الكورة حتى الى غاية انه اقطحها المدافع نادي ليدس بدون تمرير لساعد بالرحمة ساعد بالرحمة يعطي كورة اسيس لباوان باوان يمسك الكورة ويعمل مثل ما يحب وما يعطيش الكورة ساعد بالرحمة اللي كان وحده وبعد هالكورة تخرج الخارج الميدان ست امطار يعني لا اللاعب طابع اغلب على المقابلة طابع من الفردية خاصة في نادي اوستعام وكل واحد حاب يسجل مكانش يعني تفاهم وانسجام ولاعب جماعي ولا مصلحة الفريق كل واحد يحوص يسجل هدف اه اه لاحظنا هذا عديد من المرات ايضا اللاعب هذا فولنان ليوصل للمرمى وجه لوجه وضيع كورة سهلة جدا ساعد بالرحمة كالعادة فنية ساعد بالرحمة لا تتوقف هذا هو ساعد بالرحمة الفنان اه المراوغات البتيبون الرولات هذه هي هذه فنية ساعد بالرحمة من بعدها اه توالد الفرص هنا وهناك اه الى غاية تسجيل هدف من رأسية اخرى من المدافع اه 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 في الدقيقة في الدقيقة الثمانين من بعدها اه بدقيقتان خرج ساعد بالرحمة اللي تحص على تنقيط سبعة حسب موقع هوسكورد وايضا اه تحص على تنقيط اه سبعة اخر ثانيس نفس التنقيط على في موقع صوفا سكورد اذا بالتوفيق لي سعيد بالرحمة في قادم المقابلات فالاخير ملتقى انا مع مزل من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته